هذه كان في المحل الحلاقة الله يرحمها اسمه حمد الحلاق حمد بالضبط كان يجتمع عنده كل المثقفين الكوت مثقفين مدينتنا مثل اسكندرية يعني فيها نهرين على اليمين واليسار وهي مثل شبه جزيرة وفيها مدينة هي مدينة يسار كل اليسار العراقي معظمة من الكوت فأهم خلاصة الكوت من المفكرين والمثقفين والأساتذة يجتمع عند حمد الحلاق يوم الاثنين بعطلة الحلاقين احنا المثقفين يوضوا على قهوة لا الولا يجتمع لأنه الامن يلاحقهم فيجوا متسلسلين ويدخلوا بعزة ظهر ويقفلوا الباب بالستارة ويجتمعوا يحكوا بكتب يحكوا بأفكار بتفاصيل انا كنت مهوس بعالم الثقافة لأنه دولا الناس تشوفهم بالكوت بنظرة اخرى تماما غير نظرة الغني غير نظرة الرسمي البعثي حتى لو كان محافظ أو أي شيء ما إلى نفس الاحترام فحبيت أدخل معهم فطلبت من أبي الله يرحمه أنه يبلغ حمد الحلاق أنه أنا أحب أشتغل عنده تبقى صابي حلاق صابي حلاق فأبويا زعل وأخواني ما قبلوا وأنا ظليت مسر أنه أبلغت للصيفية أشتغل معه السبب قلت له أنا أحب الحلاقة وأنا ما علاقة في الموضوع ولا يعني ولا أجيب الحلاقة فبديت لما دخلت بديت أحضر هاي الاجتماعات أحضر هذه الندوات اللي كانت أهم روافت فكرية شربت منها أهمية الثقافة على الإنسان على سلوكه على أخلاقه على فنه على كل شيء علاقته بالناس غيرتني تغيير جذري شيء لا بس يعني أفهم أنصارك السياسي بعد كده المهمة تعلمت الحلاقة ولا لا في نكتة قوية جدا مرة من المرات أنا أجي الصبح قبل الأسطة قبل الحلاق فمردت بالمكان إجاني طيار بالقاعدة الجوية اللي بالكوت طيار هندي رتبة كبيرة جدا وبملابس الطيران فأني طفل يعني حتى ما أعرف إنجليزي بس يس ونو طفل ابتدائية فقال لي أريد شعري شوية إيكي يسأشر لي على الجوانب فأني افتكرت مثل الأفلام الهندية أنه زيرو من هنا وزيرو من هنا ويبقى شعر بالنص فأخدت المكينة وبدأت أعمله شارع من هنا أفتحله تفتح له شارع وهو بالناحية هاي شلتها كلها فشلت الشعر على عينه قلت له مستر شوف بالمرأة هو شعر بالمرأة نجن أخد الشال الفوطة وأخد المكينة ومعرفش صار يحكي يشتم بالهندي وأخد المكينة ورح لكن القلشة تايم رجع بعد أسبوع طبعا حلق زيرو كان لازم يشير شعره كله فقال لي أنا قائد القاعدة شكلي كأني معاقد في الجيش لأنه الزيرو كان فقط لمعاقد هذا تكدير هذا عقوبة في الجيش